السلام عليكم ورحمة الله عزيزي طلبة السف الأول السنوي أهلا بيكم ودكتورة نشفة معيكم وبنحييكم وبنكمل رحلتنا في الجغرافيا إحنا النهاردة هنتكلم عن التغيرات المناخية وأثرها وإيه اللي حصل خليكم معي ما تروحوش في أي حتة ويلا نبدأ سمعنا كتير قوي في التلفزيون ومؤتمرات وفي مؤتمر في شرم الشيخ كله بيتكلم عن التغيرات المناخية وإيه أسباب التغيرات المناخية وإيه أثارها وإيه أثارها على مصر وإزاي نلحق نعملها ويعني إيه تغيرات مناخية كل ده اللي هنعرفه النهاردة طبعا مصر من الدول اللي مهتمية بموضوع التغيرات المناخية جدا تعال نعرف يعني إيه تغيرات مناخية وإيه هي الخلل أو الحاجات أو إيه الأثار اللي سببت التغيرات المناخية وحصل إيه وإزاي نبدأ نعالج الحاجات دي طيب. يعني ايه تغيرات مناخية? التغيرات المناخية يعني خلل في الاحوال المناخية المعتادة. يعني ايه? يعني انا عندي في عز البرد ممكن بدل ما الشتة تيجي الاقي الحرارة بترتفع في فصل الشتة. الخلل ده اسبابه ايه? ده اللي انا هعرفه. التغيرات المناخية دي بتتقلب يعني الخلل اللي بيحصل في المنطقة المناخية المعتادة. اللي بتميز مكان ما على سطح الارض. مع مرور الوقت بتؤدي هذه التغيرات الى تأثيرات هائلة على الانظمة الحياوية الطبيعية. لأ مش فاهم. هقولك يعني ايه? يعني مع مرور الوقت التغيرات المناخية دي بتعمل تأثيرات كبيرة جدا في انظمة العالم. يعني مناطق تبقى جفة هتتحول لمناطق فيها سيول. مناطق فيها سيول تتحول لمناطق جفة. انهار هتلاقيها بتجف. مناطق كانت آآ مناطق ممكن تغرق. يبقى هي دي التغيرات المناخية. اهم العناصر المناخية الحرارة والضغط والانطار. طيب ازاي بتأثر الحاجات دي? او ايه الاسباب اللي قدت الى ان انا زي ما بقولك بلعب في الحاجات دي. اسبابي بالخلن هي الانبعاثات الغازات الدافئة من سطح الارض. يعني ايه? احنا عارفين اتكلمنا قبل كده عن التلوث. وقد ايه? الغازات المنبعثة دي بتأثر في طبقته الاوزون وبتأثر في الارض. نتيجة عمليات الاحتراق نتيجة الانشطة البشرية المختلفة. التلوث من الغازات سواء بخار ماء او ساني اكسيد الكربون او الميسان او الاوزون او الكلورو فوق فلورو كربون دي كلها غازات ضارة جدا بتأثر في المناخ. مع الانبعاثات الكتيرة جدا ومع التلوثات دي بتأثر في عناصر المناخ. طيب. تعالوا نتعرف ايه هي القصار السلبية الناتجة عن التغيرات المناخية. اول حاجة تأثير التغيرات المناخية على احنا هنقسمها على المياه الملحة والمياه العزمة. يبقى انا هقسم التأثيرات على المياه الملحة والمياه العزمة. تعال انا اخدها واحدة واحدة. لما درجة الحرارة بترتفع في الشطة. ده بيؤدي الى زوابان الجليد. احنا عارفين ان عندنا قطب الشمالي وقطب الجنوبي. لما درجات الحرارة بترتفع الجليد بيبدأ يدوب. ده بيؤدي الى ارتفاع مستوى الماء في المحيطات والبحار. يبقى الجليد بيدوب. مستوى الماء بيرتفع. ده بيؤدي الى غرق مساحات كبيرة جدا من السواحل الشمالية. يعني ارتفاع المعدلات المية في البحار والمحيطات هتأدي الى غرق مناطق كبيرة من السواحل. زي اجزاء من الدلتا المصرية. الدلتا المصرية منخفضة. فممكن مساحات كبيرة منها ايه? تغرق. يبقى ده بالنسبة لتأثير التغيرات المناخية في المياه الملحة. طيب تعال نشوف للمياه العزبة. ارتفاع درجات الحرارة طبعا الانبعاسات دي يا ولاد بتخلي درجات الحرارة زي الازازة كده. انت بتفضل الشمس بسليتها على الازاز. بتيجي تقعد في العربية بتلاقي درجة الحرارة متفعة جدا عن برا. ليه? بسبب ارتفاع درجات الحرارة بيؤدي الى زيادة معدل تبخر المية. يبقى المية العزبة عمالة ترتفع ترتفع ترتفع. ده بيؤدي الى نقص منسوب الانهار. يبقى المية الحلوة. المية العزبة. منسوبها بيقل. والمية الملحة منسوبها بيزيد. طبعا كمان بتأثر التغيرات دي في معدلات سقوط الامطار. في مناطق هيبقى فيها جفاف. الامطار بطالت تسقط. وفي مناطق هيبقى فيها سيول وفيها معدلات كتيرة جدا من الامطار. بتختلف من مكان الى اخر لان درجة الحرارة. هتختلف من مكان الى اخر. يعني ممكن تبقى عندي منطقة بردة هتتحول لمنطقة حرة. ومنطقة حرة هتتحول لمنطقة بردة. كل دي بسبب الانبعثات. طيب فيه تأثير تغيرات من خالة صحة الانسان. اه طبعا. اول حاجة. لما درجات الحرارة بترتفع. بتأدي الى انتشار انواع كتيرة جدا من الامراض. زي المرالية وزي سرطان الجلد وزي دربات الشمس. كمان ارتفاع درجات الحرارة بتقدي الى انتشار تكسر الحشرات. الحشرات دي بتنقل الامراض. التغيرات المناخية دي هتأثر على ايه في السياح? هتبقى فيه احنا قلنا ان ممكن تغرق مساحات كبيرة جدا بسبب ارتفاع منصوب المياه. يبقى فيه اماكن كبيرة جدا من الشواطئ الرملية هتختفي او هتغرق. بتأثر كمان على ايه التغيرات المناخية. بتأثر على الزراعة. بسبب ارتفاع درجات الحرارة هيبقى فيه محاصيل كتيرة جدا ممكن تموت. فيه محاصيل كتيرة جدا هتبقى محتاجة كميات كبيرة من الماء. هيبقى فيه زيادة المحاصيل الصيفية على المحاصيل الشتوية. يعني الشتة هتلاقي المحاصيل بتاعته كتيرة. المحاصيل اللي هي بتاع عايزة درجات حرارة عالية هتلاقيها كتيرة. اما المحاصيل الشتوية اللي عايزة درجات حرارة مرخفضة هتلاقيها قلت. دايما بتسمع ان بسبب ارتفاع درجات الحرارة حصل تلف للمحاصيل الزراعية. في محاصيل كتيرة جدا بتبوز. ده بيأثر على الانتاج. عشان كده بيلاقي ان الدولة المصرية اهتمت بالتغيرات المناخية وبينعقد عندنا مؤتمر التغيرات المناخية في العالم. احنا كده تعرفنا على التغيرات المناخية. وتعرفنا على المناخ. وتعرفنا على الاقاليم المناخية في مصر. ما تروحوش في اي حتة. استنوني الفيديو جيد. ماكو دكتورة نشو.